استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة خلال هذا اللقاء أكد المستشار عبدالرازق أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في بناء الوطن مشددا على حرص مجلس الشيوخ على مناقشة وفتح ملفات القضايا التي تهم المواطن وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات كما اقترح رئيس مجلس الشيوخ تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط في الجامعات والمدارس